المسلم لابد أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقول خيرا أو يصمت لا ينقل الكلام لا تذكر أخاك بما يكره لا تكذب لا تلعن لا تشب الريح لا تشب الأيام لا تشب الزمن لا تتكلم بالكلام البذيء لا تذكر عورات الناس لا تتكذب المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لا تحلو الله لا تطلق لا تتكلم ورد يومي من القرآن أذكار النوم دخول المنزل والخروج منه أداب وأذكار الطعام نتعلم ونعمل والله أعلم